اجتمع الفريق اول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني مع الجنرال عاصم مونير قائد الجيش الباكستاني في مكتبه بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الباكستانية في مدينة روان لبي المجاورة للعاصمة اسلام باد ورحب قائد الجيش الباكستاني بسمو شاكرا اياه على تلبية دعوته والمشاركة في احتفالات جمهورية باكستان الاسلامية بيوم باكستان من جانبه اشهد سمو رئيس الحرس الوطني بالمستوى العالي الذي وصلت اليه افاق التعاون وتبدل الخبرات بين الجانبين مؤكدا على مؤسرة الجهود نحو تعزيز العلاقات الثنائية بما يصب في صالح البلدين الشقيقين كما شهد اللقاء مناقشات عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبول تطوير مستوى التعاون والتنسيق العسكري بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني في كافة المجالات كما بحث الجانبان القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك هذا وقد وصل الفريق اول ركن سموه الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني الى اسلام اباد في زيارة رسمية للمشاركة في احتفالات جمهورية باكستان بيوم باكستان الذي يصادف الثالث والعشرين من مارس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة